صوت عليه في مجلس الوزراء ليرفع إلى مجلس النواب في انتظار إقراره وتمريره قانون خدمة العلم أو التجنيد الإلزامي قرار وجده أولياء الأمور بأنه من الضروريات المليحة في هذه المرحلة والذي كان من المفترض إقراره في السنوات السابقة المفروض العراقي اتخذ هذه الخطوة قبل سنين لأن القوات المسلحة العراقية والجيش العراقي لازم تصير بمختلف الشرائح وخصوصاً من الشباب لأنه العسكرية والخدمة الإلزامية تقوي من عود الشباب جيد جداً لأنه أهم أخاف على أطفالي أطفالي سيضاعف ضاعف بطالة ويعني ما أعرف ما أعرف شسر فأفضل وهم رح يستفاد بالراتب استفاد من هذا الموضوع على الرغم من تباين المواقف بين الشباب إلا أن الأغلبية تذهب باتجاه إقراره وتطبيقه فالعديد منهم يرى أن ما يقدم من رواتب شهرية إزاء الخدمة هو خير من البطالة التي يعيشونها والله صراحة أنا نوافق الرائمات تجنيد الزامي بأنه يعتبر أصلاً كفرصة عمل للشاب هاي الشباب اللي تعاني من البطالة بالبلد حالياً بهاي الفترة خصوصاً والشباب اللي قاعدة بالبيوت والعاطلين عن العمل واللي يعني عاية تاركين الدراسة هم فرصة عمل وهم توفرك يعني خدمة للبلد كذلك بنفس الوقت همينا والله نحن نتمنى مجلس النواب أن نوافقون عليه لأننا عدنا شباب هواي ما متعينين شباب خريجين جاي تشتغل عماله وجاي تشتغل يعني شغل ثلاثة آلاف وخمسة آلاف هذا الشي يعني يساعد الشباب بمصدر رزقهم والعالم اللي عدهم كاني راح تقدر تدفع البدل فهو فرصة عمل للشاب آباء يرونه خيرا لأبنائهم لما فيه من أساليب ضبط وتنظيم لسلوكياتهم وإيضا يعود عليهم بمردودات مالية ومن جهة أخرى تعزيز صفوف القوات الأمنية في حالات الطوارئ من بغداد محمد فراس قناة التغيير